اليوم واقفين عشر سيارات كلها جيش وهاي الجواري نسئلوها كلها جيش متروسة والشارع متروس جيش بالحجار سيارات جيش ورد سريع اثنين وكسر والحطة بالحجار على البيت بالحجار ضربوا البيت وبالليزر أنا باوعت عليهم أنا باوعت ما أتشذ باوعت عليهم واخت البرد طلعوا يقولوا طلعوا بمختلف الطرق وبكتلة كونكريتية تجتم على سكان هذا المنزل الذي احتجز أهله في الداخل خصوصا هذه المرأة المصابة بالشلل والتي تعذر إخراجها بوسطة عربتها نتيجة لصغر المساحة عشرات المركبات العسكرية بحزب حديث الساكنين تطوف المنزل المستجر منذ ثلاثين عاما محاولة إخراج أربعة عوائل تسكن هنا وبالقوة رغم امتلاكهم أوراقا تثبت وحقيتهم في الإيجار لكن أيدي متنفذة وباستخدام التهديد تبسط قوتها على هؤلاء عدنا كلها أصولية هاية والوصولات هاية وهذا الساعة علينا علينا الدفع ده ندفع ودي رفضون الدفع لإيجار راند وحسن بقاطر والمعاون مالتهم زيان يقولوا تبشل بي بي بيت وطلعوا هم الخصصين واحد مطينا أحرق نفسي ذا أطلع والله العظيم أنا وهذه المعاوقة والأيتام أحرقهم قدامكم أشوفهم إذا أطلع ما أطلع لجلتي مننا ليش؟ حرام عليكم صار لنشكتي يجيب تجولين ما عدنا بيت على الشنو يجون يطلعونه ويهددونه يومية هكذا يبدو المنزل من الداخل لا يتنسب مع قيمة أجارة التي تصل إلى مليون وربع دينار عراقي يناشد الساكنيين أجهات المسؤولة في حمايتهم وبحسب حديثهم من مجامع تستحوذ على المنازل في منطقة القادسية لا تفرق بين منزل المتهالك أو غيره ودون النظر ينحو معاناة الساكنين ومصيرهم ناس صار لهم نحن عمر هنا وهم مقدمين وكل مكملين نحن جيرانهم عمر كل شي شفت دمرهم يومي جو أذوهم هذه المرة صاحبة أيتام كنت له رجلها عندها أيتام لي ورا ذعب بها بعني لها غرفة شون مكان وعدهم هاي هنا أنا معوقة عندهم واحد كلها تعرف هنا المنطقة بس المنطقة الظاهرة صار ويا الحكومة ما عندها حق هذه الشرعة ستمية وسبعمية جاين عليها استحلياته وطن كامل اتوين وراكم الذيون مالتكم رفعت الكتلة الكونكريتية من قبل أمانة بغداد نتيجة لوضعها بصورة غير شرعية من قبل دائرة عقارية وسط تساؤلات عن الاجراءات التي تتبعها بعض الجهات والتي تمكنها من إيصاد أي بيت وكما تشاء من بغداد علي أسد أهل الرشيد